بين تهريب وتغريب تعيش الآثار اليمنية النفيسة وها هي اليوم تعرض في مزادات دولية بعد تسهيل التحالف تهريبها إلى خارج البلاد بمساعدة عناصر موالية لها على الأرض ونافذين كما تقول حكومة صنعاء بعدما رصدت مئات الآثار المهربة من مواقع أثرية في مأرب وشبوى وأبيا وتعز وحضر موت الذي يقف وراء نهب الآثار اليمنية العدوان ومرتزقته على وجه الخصوص الإمارات والسعودية والدول الخليج ومنها كذلك الإسرائيل هؤلاء مجتمعون يعبثون بآثارنا ونجد الآثار اليمنية تعرض في مزادات عالمية ومزادات دول هي موجهة على اتفاقية حماية الآثار السعودية والإمارات تقول صنعاء إنهما سخرتا الأموال لسرقة تاريخ اليمن لتبدأ صنعاء عمليا بعرض خمس قوائم كمرحلة أولية لآثار يمنية منهوبة من أواني النحاسية وساعات الذهاب والأسلحة القديمة والمخطوطات والجواهر وعقود اللؤلؤ كانت قد نهبت من متحف تعز جنوبية غرب اليمن نحن بدأنا في الهيئة العامة للآثار خطوة جدية وعملية بحيث أن نوثق كل ممتلكاتنا الثقافية التي تعرض في المزادات العلنية وسنقوم بمتابعة تلك القطاع المرتكبي جرائم تهريبها وإلى جانب عمليات النهب المنظم طاولت الحرب السعودية خمسة وعشرين متحفا يمنيان ونحو مئة موقع ومعلم أثرية تعرضت للقاصف يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من أربعة آلاف سنة مئات القطاع الأثرية اليمنية النفيسة باتت اليوم تعرض في مزادات خارج البلاد في دول أوروبية وغربية وأصابع الاتهام توجه نحو التحالف بعد رصد صنعاء عمليات نهب منظمة لهذه القطاع وتسهيل التحالف تهريبها إلى خارج البلاد أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين